بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلاة دائمة بدوام ملك الله أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته من الأخلاق الفاضلة الكريمة التي حبى الله بها رسولنا صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نتخلق بها وأن نسير على خطاه في هذا الخلق خلق التواضع وخفض الجناح أمرنا الله عز وجل به بعدما وجه الأمر صراحة للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أمرنا ربنا تبارك وتعالى به وجعله صفة من صفات عباد الرحمن قال الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقال الله عز وجل في وصف عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وهنا رب العالمين تبارك وتعالى عبر عن مشيتهم بأنها تواضع ليس فيها خيلا وليس فيها تكبر وليس فيها استعلاء على خلق الله ولذلك التواضع هو انكسار القلب بين يدي الله تبارك وتعالى أن يكون الإنسان بين يدي ربه ذليلا خاضعا خاشعا خائفا منكسرا لله عز وجل في ضراعته لربه في عبادته لله عز وجل وأن يخفض الجناح للمؤمنين وأن يخفض جناح الذل للمؤمنين كما أخبر الله عز وجل عن نبينا صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين حسبنا في هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم أكرم الأولين والآخرين وأكرم الخلق على الله أجمعين وسيد ولد آدم كان صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين كان رسولنا صلى الله عليه وسلم بلغ من تواضعه أنه كان يحمل الحجر يوم الخندق ويحمل التراب حتى اغبر بطنه وهو صلى الله عليه وسلم يقول والله لو لا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وكان يرفع صوته صلى الله عليه وسلم بها بلغ من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجالس الضعفاء أنه كان يؤاكل المساكين أنه كان يعود مرضاهم ويجلس مع فقرائهم ومع ضعفائهم وأحدنا بل والبعض في هذه الأيام لا يجالس فقيرا ولا يؤاكل مسكينا بل ولا يجلس معهم والله عز وجل قال لنبينا صلى الله عليه وسلم ولا تطلد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا هذا آخر آية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه أي صبر نفسك مع هؤلاء الأطهار الأخيار ولا تمدن عينيك إلى غيرهم ولا تلتفت إلى غيرهم وأيضا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما تواضع إنسان لله إلا ورفعه الله عز وجل إلا وأعلى الله قدره إلا وأعلى الله منزلته قال صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل فعلى ما يتكبر الإنسان الله عز وجل أخبر بل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أوحى لنبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق فقال صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد أي حتى لا يتعظم إنسان على إنسان وحتى لا يتكبر إنسان على إنسان وحتى لا يظلم إنسان إنسان من صفات عباد الرحمن هذا الخلق الجميل حسبنا فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم كان متواضعا في بيته كان متواضعا حتى مع خدمه وأخبر سيدنا أنس بن مالك الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم فما تكبر عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم وما تضجر منه يوما وما تأفف في وجهه يوما صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله ولله در القائل تواضع تكن كالنجم لاح لناظري على طبقات الماء وهو رفيع ولا تكو كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجوي وهو وضيع وعلى ذلك يتواضع الإنسان ولا يتكبر لأن الله عز وجل قال العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما ألقيته في النار فالمتكبر في النار أما المتواضع فإن الله يعلي قدره ويعلي منزلته وينال شرفا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل في عليائه أن يوفقنا وأن يهدينا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى الرسول المجتبى وآله والحمد لله رب العالمين